من عجائب المواهب حول العالم أن تذهل لسماعك عن طفل صغير يحفظ أجزاء من القرآن الكريم أو أسماء عواصم ومدن لكن الأكثر دهشة هو ما أثار اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار منشور للشاب عبد الرحمن النبهان وهو سوري يعيش في تركيا منشور يعلن فيه تلاوته للقرآن الكريم كاملا خلال ركعة واحدة فقط وفي سبع ساعات أشاب السوري ترك انطباعا مثيرا عند المتابعين ما جعل البعض يشكك بقدرته على أن يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة فقط لكنه رد على جمهوره بتوضيح كيفية نجاحه بمهارة تعتبر الأولى من نوعها في العالم يا أخي معونها من وين معونها؟ الإنسان الماخرج يقرأ القرآن سبع ساعات هو الإنسان ربنا يخفر له يمكن يفتح القرآن بالشهر مرة هيك يقرأ له آية آيتين ويسكر أما الحافظ الشخص الحافظ عنده ورد يومي عنده ورد أسبوع عنده اختبار عنده تسميع سبحان الله بكون عليه أسهل ويعني حتى أقل من سبع ساعات ست ساعات في شب محمود من كم يوم شفتونه شرب ست ساعات جلسة واحدة خراء القرآن كامل الفيديو المتداول ترك انطباعا إيجابيا واسعا وتفاعلا في منصة التواصل الاجتماعي الذي أخذ ردود أفعال عالمية حول قدرة الشباب على الحفظ سيما القرآن الكريم وهو ما جعل النبهان قدوة لألاف مثله في إنجاز هذه المهارة بنجاح وتميز اشتركوا في القناة